ألم بكم في حلقة جديدة من فضاحور في مثل هذا اليوم وقبل أربعة أعوام وبينما كان اليمنيون يتأهبون لتحقيق النقلة الأخيرة من عملية الانتقال السياسي التي أعقبت ثورة في براير كانت جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع تجتاح العاصمة صنعاء وتسقط البلد في حرب كارثية تبدو بلا نهاية حينها رفعت جماعة الحوثي شعارات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومحاربة الفساد وإسقاط ما سمته حينها الجرعة السعرية التي كانت قد أقرتها الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بعد أربعة أعوام لم يرى اليمنيون من هذه الشعارات شيئا وما تحقق كان العكس تماما حرب لم تبقي لليمنيين شيئا تحولت حياتهم في ظلها إلى جحيم لا يطاق بل أن الشعار الوحيد الذي ترفعه الجماعة الآن هو ولاية علي بن أبي طالب وحق من يدعون أنهم من نسله بالحكم دون اليمنيين وعلى الرغم من كل هذا لا تزال جماعة الحوثي ترى أنها حققت لليمنيين الكثير وتروج أن ما قامت به قبل أربعة أعوام يأتي في إطار ما تسميه استعادة السيادة واستقلالية القرار الوطني فيما تشير كل الشواهد إلى العكس من ذلك إذ بات اليمنيون اليوم مرتهنين للقرارات في العواصم الإقليمية أكثر من أي وقت مضى ماذا يمثل يوم الحادي والعشرين من سبتمبر في حياة اليمنيين وماذا حققت جماعة الحوثي لليمنيين خلال أربعة أعوام سيطرتها على البلد وإلى أين تنضي اليمن بعد أربعة أعوام من هذه السيطرة على البلاد هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المسافي فضاحر مع كل من عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الحوثيين محمد البخيتي من صنعاء ومن مأرب الكاتب يحيى الثلاية أرحب بداية بكم ضيفي الكريمين وأبدأ مع سيد البخيتي بالسؤال المشترك سيد محمد ما الذي يمثله يوم الحادي والعشرين من سبتمبر بالنسبة لليمنيين وما الذي حققتمه خلال أربعة سنوات بسم الله الرحمن الرحيم أولا ينبغي علينا أن ندرك كيمنيين أن الربيع العربي هو بدأ من اليمن ولم يبدأ من تونس أو من مصر لأن من كسر حالة الجمود التي كانت موجودة في الوطن العربي وأثبتوا إمكانية وقوف المجتمع أو صمود المجتمع في مواجهة السلطة هي صعدة بعد ذلك أيضا بدأ الحراك الجنوبي حراك سلمي استطاع أن يصمد في مواجهة السلطة طيلة سنوات وبالتالي من خلال ثورة الصعدة وثورة الجنوب كسرت حالة الجمود التي كانت موجودة في الوطن العربي فبدأت الثورة في تونس بعدها في مصر بعدها أنعكست الوضع الخارجي عاد أيضا وأنعكس على الوضع الداخلي داخل اليمن وقامت ثورة 2011 ثورة فبراير وكانت تمثل إرادة شعبية قوية لكن المشكلة أن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها نتيجة للالتفاف عليها من قبل الخارج عبر المبادرة الخليجية التي أعادت تقاسم السلطة والثروة بين أركان النظام السابق وأصبح القرار ما بين 2011 إلى 2014 بيد السفير الأمريكي وبعدها يأتي السفير السعودي وكان هذا الأمر واضح بالنسبة لليمينين حيث كان السفير الأمريكي يتكلم يعني يقوم بعمل مؤتمرات صحفية ويتحدث كحاكم لليمن قد فعلنا كذا وكذا وسنعمل على إنجاز كذا وكذا فالمبادرة الخليجية أقصت المكونات الوليدة أقصت أنصار الله أقصت شباب الثورة أقصت أيضاً الحراك الجنوبي وبالتالي فإن العملية السياسية التي قامت علي على أساس المبادرة الخليجية لم تستوعب كل المكونات وأيضاً لم تحقق أهدافها هي فقط عادة تقاسم السلطة والثروة بين أركان النظام السابق وحصنتهم ماذا عن الأرض الأعوام هذه؟ ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر نعم ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر هي امتداد لثورة 2014 وحققت أهدافها بتكسير كل أركان أو ما تبقى من أركان النظام السابق إذن هذه الثورة لأن هذا الصلاة افتجاحي والسر محمد هذا السؤال الافتتاحي من أجل أن نقيم نعم من أجل أن نقيم تقول أنها حققت أهدافها وكسرت سنعود إلى ذلك في سياق الحوار لكن نبدأ بالسؤال الافتتاحي إذن هذه الثورة حققت أهدافها وكسرت المنظومة التي كانت موجودة كما سمعت أستاذ يحيى أسألك ذات السؤال المشترك في هذه يعني ما الذي حققه ما الذي يمثله الحادي والعشرين من سبتمبر بالنسبة لليمني وما الذي تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية تفضل مساء الخير عليك أخي وجيه على ضيفك من صنعاء وعلى مشاهديكم الكرام في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات كان الأخ محمد البخيتي يتحدث من صنعاء بالقول أن الله معهم يذكر هذا جيدا أنه قال على قناة الجزيرة أن الله معهم ولو لم يكن الله معهم لا اعترضهم والناس وأن التمجد الذي حصل لهم من صعدة إلى وصولا إلى صنعاء كان دليل عناية إلى يبهم ولو لم يكن هذا لربطهم الطير الأبابيل هذا الكلام يتذكر الأخ محمد البخيتي جيدا أعتقد اليوم نستعرض ما حصل أن الحوثيين أوصلون إلى الكارثة التي يدركها محمد البخيتي جيدا اليوم تكلم عن ثورة صعدة محمد البخيتي لم يعد وتكلم عن أن الربيع العربي انتداد لا أي سخف أبلغ من هذا يا أخ محمد تعلم أن لم يعد لكم اليوم حتى كرامة أنتم القوادين المحليين الذين اشتغلوا مع جماعة الحوثي أصبحوا مجرد أحذية بيد الحوثي يتنقلون بهم من محافظة إلى محافظة أستاذ يحيانا أرجو أن نلتزم نحاول اللقاء على بعض الملاحظة نستطيع أن تحسن ألفاظك يا أخي أستاذ محمد أرجو أن تتفضل بالتزام الهدوء سنحاول أن ندير حلقة خالية من الألفاظ السيئة ومن مقاطعات الوقت تفضل أستاذ يحيانا الأمر يا أخي وجيه ليس مجرد يعني إشكالية في الألفاظ وكلمة تروح ليست أكثر من الكلام أو الدجل والنذالة التي مارسها القوادون المحليون ونؤكد على هذا الكلام مع جماعة اليوم تدعو إلى ولاية سلالة قادمة من خارج اليمن لا شأننا لنا بأبناء علي بن أبي طالب ولا حق لهم في اليمن وبالتالي من حقنا أن نقول لهم أنهم اشتغلوا دلالين وقوادين مع الغريب الأجنبي أو المحتل الذي يدعو اليوم إلى ولاية قبل أربع سنوات لم يكن محمد البخيتي كان يغالطنا ويقول بأن جماعة الحوثي لا تدرر إلى ولاية وكان يترح أن يجعلنا جهة أجلس في الجرعة فيما هو إذا لم يتعدب الضيف أنا سأضطر المغادرة أرجو أن تجلس أتتضمنت أن تتزمنت أن تحاسبوا على مرتبطهم بحق اليمنين نعم أرجو أن نبقى بهدوء الآن لمحاولة إيصال شيء ما للجمهور أنتقل إليك البخيتي السيد البخيتي اليمنين كانوا في طريقهم اليمنيون كانوا في طريقهم إلى الاستفتاء على دستور جديد عملية تتويج لعملية انتقال سياسي التي أعقبت ثورة فبراير هذا الأمر ليس جهة أو فصيل واحد ما قام به بل اتفق عليه جميع اليمنيون بأكبر نسبة وفاق ممكنة ما الداعي لجر البلاد إلى ما نراه الآن من حرب اليمنيون من يموتون طيب طبعا أنا سأتجاهل ما قاله وأتمنى أنه المرة القادمة إذا لم يحسن ألفات أن تقطعوا عليه الصوت وأما يبقى هو أو أبقى أنا أو أشوف أنا وصلت لك إلى أنه ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر هي امتداد لثورة 2011 وقد استطعت أن تحقق هدفين الهدف الأول هو تكسير ما تبقى من أركان النظام السابق وأيضا عادت سيادة استقلال اليمن يعني كان الحاكم الفعلي لما قبل ثورة يعني ثورة واحد وعشرين من سبتمبر كان هو السفير الأمريكي بعدها أصبح القرار بيد اليمنيين وقد تعاملنا بشكل عقلاني قيادة الثورة ثورة واحد وعشرين من سبتمبر تعاملت بشكل عقلاني وقبلنا أن يتحول أن تتحول الثورة إلى اتفاق سياسي وحل سياسي رغم أن كل شيء كان تحت سيطرتنا وتمثل ذلك باتفاق السلم والشركة الوطنية وهذا يعرف الجميع وقع عليه الجميع في تلك الفترة كان خصومنا يتهموننا بأننا لم ننفذ الاتفاق ونحن كنا نتهمهم بأنهم لم ينفذوا الاتفاق الآن هم يقولون بشكل واضح وصريح أنهم ضد ذلك الاتفاق لماذا؟ قالوا بأنهم وقعوا عليه بالقوة بقوة السلاح وهذا الشيء غير صحيح لأن الأمم المتحدة كانت حاضرة وطيلة شهور كانوا يتهموننا بأنهم مع الاتفاق وأننا من نعطله لكن أنت تقول الآن نقضوا الاتفاق أنكم كنتم قادرين على القيام بما هو أكثر هذا من جانب أخير فرح إذن كانت الأرض كما تقولون هي بيدكم هذه الثورة حصل عليها عدوان عدوان داخلي وعدوان خارجي هذه الثورة الآن تواجه هذا العدوان الآن على اليمن نحن الآن نواجه أكثر من عشر دول وهناك صمود صمود أسطوري لم يسبق له متيل في التاريخ يعني ألم تصل هذه ما تسميها ثورة ما تسميه ثورة صد محمد المخيط ما تسميه ثورة ألم يصل اليمنيين يبدو أن هناك مشكلة فسط صد محمد لا يسمعني ثورة لديها تبتلك إرادة شعبية قوية وإلا لما أصدع أن تحقق هذا الصمود نحب أخي الفاضل في التعامل بين أستاذ محمد إذا لناك إشكالية في سماعك للصوت بعد إعلال العدوان استمرينا في دفع مرتبات الموظفين في كل المحافظات اليمنية حتى لمن كان يقاتلنا في الجبهة لأننا اعتبرنا أن هذا حق لكل موظف لكل جندي حتى تم نقل البنك المركزي إلى عدن وألتزمنا المدة كم سنة ونصف رغم أن البنوك التي كانت تحت سيطرة ميليشيات هادي وجماعته تم نهبها مما أضطرنا أن نبعد طائرتين كل شهر طائرة إلى عدن وطائرة إلى المكلة من أجل دفع مرتبات الموظفين بعد أن نهبت كل البنوك المركزية وحتى التجارية الحديث عن الاتفاق السياسي سيد البخيتي الحديث عن الاتفاق السياسي وأن تتحدث عن شيء آخر تماما الحديث عن الإجماع الوطني في ما يتعلق بمخلاجات الحوار الوطني وأن تتحدث عن شيء آخر سنقل السؤال إلى أستاذ يحيب بما أنك يبدو لك لا تسمعني في الصم أستاذ يحيب تتحدثون في ذلك الوقت عن خيانات وطواطئات هي التي سهلت اجتياح العاصمة في سبتمبر 2014 فيما يبدو أن هناك تغافل عن سبب يبدو قويا وهو أن الظروف الاقتصادية والسياسية لليمن في ذلك الوقت هي من منحت جماعة الحوثي مبرر إسقاط منظومة السلطة القائمة في ذلك الوقت أولا نشير إلى ما يتحدث إليهم درس مهددة الأخلاق محمد البخيتي الليلة ويتحدث عن أمام صرف المرتبات لمدة سنة ونصف يا أخي العزيز هؤلاء استلموا بنك الدولة وإراداتها بنك الدولة كان في أربع مليارات دولار مش من حق أبوها من حق الحوثي صرفوا مرتبات الناس لم ينقل البنك المركزي إلى عدن إلا صفر اليدين بعد أن نهبوا أربع مليارات دولار من أموال البلد ونهبوا هذا الأمر سنعود له في محور لاحظ دعني أمر عليها مدام قد وصل إليها أربع مليارات دولار وإضافة إلى أموال البلد من الجمارك والضرائب والزكوات والنفط والغاز حتى بعد تدخل العاصفة إلى أن انتقل البنك المركزي كانت إرادات الغاز والنفط من مارك تورد البنك المركزي في صنعه ومن كان يصنف المرتبات ومحمد بن همام المعين محافظة البنك المركزي بقرار جمهوري ليس محمد البخيتي ولا مادية المشاط يدرك هذا محمد البخيتي جيدا الظروف التي قادت إلى حصول كارثة 21 سبتمبر هي الخيانات هي التواطئ وهي الغفلة الشديدة التي مارستها تحدث محمد البخيتي في بداية الأمر عن حروب صعدة وهنا ندرك الحال جيدا أننا أمام جماعة متمردة عنصرية قامت في الأساس انتدادا لجماعة للنظام ما قبل سبتمبر النظام الإمامي الحاقد والغريب على أبناء شعبنا الذي قامه شعبنا البطل في 26 سبتمبر 1962 لو عدنا إلى الوراء قليلين أربعة سنوات سنة جيد محمد البخيتي كان ينكر ويحلف الأيمان الكبير أن هؤلاء ليسوا إماميين فيما اليوم لم يعد أمامهم إلا أن يرفعوا الرأية الحمراء أبناء الرأية الحمراء لم يعد لهم إلا أن يرفعوها بصراحة هذا الأمر كله لا يعني أن هناك لم تكن أسباب مهدت لهذا الأمر لكن ما حدث أن كل الأعذار أو كل اللوم ذهب باتجاه الحوثيين في هذا السياق لماذا؟ الحوثيين هم من تحملوها وتحدث قبل قليل محمد عجع عن السفير الأمريكي والسفير البريطاني والسفير السعودي يا رجل لم يسبق في تاريخ اليمان أن تحدث قائزم سليماني عن أتباعه من جاعة الشوارع بهذا الشكل المهين الذين ظهروا بالأمس يرفعون الرأية الحمراء أي سخف أبلغ من ذلك لا هم سفراء ولا هم جماعة دولة يتحدث قائد فيلق القدس الإيراني أو قائد فيلق المهدي عن سنعاء باعتبارها رابع عاصمة عربية تسقط في أيديهم اليوم سنعاء عاصمة عربية محتلة بيد أعداء العرب وأعداء الأمة العربية والإسلامية الذين رأيناهم أمس يفرضون على قطيعهم وعلى أتباعهم الرعاع أن يرفعوا الرأية الحمراء التي لم يسبق أن ارتفعت في سنعاء ما حصل كان نتيجة تبلد من شعبنا لا نبرد شعبنا وقوه السياسية من أنهم تخاذلوا في مواجهة هذا العدوان الكارثي والإجرامي الذي حصل بشعبنا والذي ظل يتمدد منذ عام 2004 ثم بعد عام 2011 واستغل حالة الإنقسام السياسي التي تجدت تلبلد وكان الخونة والقوادين كثر يدركهم شعبنا ولن يسابحهم أبدا أستاذ يحياء أرجو مرة أخرى يعني لا ندخل في سياق يخرجنا من ما تريد هذه الحلقة الآن أعود إلى سيد البخيتي أستاذ البخيتي أنت حدثت الآن على أن الحركة قامت من أجل استعادة سيادة اليمن واستقلاله لكن الوقائع تقول أن ما وصلت إليه البلاد بسببكم كان أسوأ بمراحل مما كان هناك الآن ليست هناك يعني سيادة على القرار اليمني بالإطلاق هناك تدخل الآن إيراني زاد أيضا على الملف اليمني بشكل أكبر هناك نوع من السطوة على القرار سواء من قبل إيران أو من قبل دول أخرى حتى الرياض الآن صارت ذات سطوة أكبر على الملف اليمني بسبب هذه الحركة التي تقومون بها أنتم هذا الشيء غير أخي الفاضل غير صحيح لأنه حتى بعد الحوار الوطني ظلت المبادرة الخليجية التي عبارة عن مشروع خارجي هي الحاكم على العملية السياسية رغم أننا اشترطنا في بداية الحوار أن يكون هناك شرعية حوار بمعنى أن تكون شرعية الحوار فوق شرعية المبادرة الخليجية حتى فوق الشرعية الدستورية وأن يكون الحوار حوار وطني بمعنى أن يكون القرار داخلي ولكن للأسف لم يتم هل سقط الآن أي من قرارات مؤتمر الوطني وهل سقطت المبادرة الخليجية الأمر لا زال موجود وما يحدث في أرواق السياسة الدولية هو موجود لا زال بل ربما زاد أكثر بسبب أن البلد صارت في حرب وليس لأحد من كلمة علية في اليمن إلا المشروع الخارجي كل من له سطوة في البلاد أو ملف يقوم بما استطاع إليه من النفوذ طبعا أخي الفاضل أنا كنت عوض في اللجنة الفنية من الذين ونحن الذين عدينا اللائحة الداخلي من المتمر الحوار الوطني وقد اتفقنا بالإجماع بأن الحوار هو سيد نفسه وأن شرعية الحوار فوكل الشرعيات حتى ما في ذلك شرعية المبادرة الخليجية ولكن بعد الحوار استمر الوضع على ما هو عليه أي أن الحوار كان فقط مجرد يعني شرعنه للعملية السياسية التي قامت على أساس المبادرة الخليجية وأستمر إقصاء أنصار الله استمر إقصاء الحراك الجنوبي استمر إقصاء أيضا ثوار 2011 وهذا الشيء كان واضح يعني للجميع المراقبين في الداخل وأصبح السفير الأمريكي والحاكم الفعلي لليمن أو أستمر كحاكم فعلي لكن بعد ثورة 2014 ما الذي حصل تم التوقيع على اتفاق سياسي هذا الاتفاق السياسي كان اتفاق يمني مئة في المئة ممثل باتفاق السلم والشراكة الوطنية لم يكن جمال بن عمر مشفا عليه لم تكن الأمريكا جزء من إذن كان هناك تدخل يعني أن تقول ليس هناك تدخل لكن هناك تدخل كيف توضح هذه النقطة سلمح لا 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 فرق أوضح أشوف الأمم المتحدة دورها فقط هو في المساعي الحميدة للتقريب بين وجهة النظر لم تأتي الأمم المتحدة بأي مقترح ولا بأي مشروع كان ذلك الاتفاق اتفاق يمني يمني مئة في المئة ولكنها كانت حاضرة كشاهد على هذا الاتفاق وعلى التقريب بين وجهات النظر بين اليمنيين وكما قلت لك الآن من الذي أخل بذلك الاتفاق وليس نحن وإنما هم أيضا أخي الفاضل نحن حتى الآن نقول لا زال موقفناه ونفس الموقف بأن الشرعية في اليمن هي للتوافق لأن هناك تنون وبالتالي لا بد من عودة كل المكونة السياسية اليمنية طيب في سياق أستاذ محمد في سياق الاتفاق لإجاب سلطة هل وقعتم أنتم الملحق الأمني في ذلك الوقت لم توقعوا في يومها إذن بل أخي الفاضل وقعنا وكان الاتفاق يقضي لا الاتفاق كان واضح في مقابل يعني كان هناك بنود ملزمة لكل الأطراف أولا أن يتم تعديل الهيئة الوطنية اثنين أن يتم مراجعة مواد الدستور بعض مواد الدستور ثلاثة أن يتم استيعاب أنصار الله في الجيش والأمن لكن كان هناك مقوامة شديدة من قبل هذه لماذا؟ لأن القرار كان بيد أمريكا شوف أنا أنا لتجربة أخي الفاضل أنا في تلك الفترة كنت قيادي معرف في أنصار الله عندما كنت أحاول أتصل ببعض ضباط الجيش أو الأمن ويفتحوا المجال بعد ذلك كانوا يغلقوا المجال لماذا؟ باتصال من السفراء الأمريكية يعني أنتم وصلتم إلى العاصمة الصنعاء بقواتكم بيت وصلنا إلى اتفاك من الذي يعني أفهم من كلامك أن من أوصلكم إلى العاصمة الصنعاء هي السفراء الأمريكية بهذا المنطق طيب دعني أعود إلى الأستاذ يحياء الثلائية أستاذ يحياء تقولوا أن جماعة الحوثي لا تملك قرارها وأنها مجرد تابع لإيران فيما أن الحقيقة تشير كما يبدو أن الحكومة الشرعية أيضا لا تملك قرارها السيادي هي أيضا يعني متحكم بقرارها من قبل الرياض وكذلك أبو ظبي أيضا ما الذي سيجعل المواطنين اختلافا في المشروعين المواطنين يرى الاختلاف كبير في المشروعين وليس بحاجة إلى هذه المقارنة السطحية يدرك أين وصل اليوم بعد أربع سنوات من حكم نفايات التاريخ الذين عادوا في ثوب الولاية والجرعة انكشفوا اليوم وباتوا واضحين أكثر شعبنا اليمني يدري جيدا ما هي الإمامة وما هو حكم الشعب لم يكن الشعب اليمني أو القيادة الشرعية موثلة برئيس الجمهورية يعني لم تذهب إلى الرياض أو إلى غيرها من فراغ ذهبت بعدها أسقط الحوثيون بدعم إيراني وبخيانات محلية جمهوريتهم وحتلوا عاصمتهم لو كنا جميعا في العاصمة صنعاء وكما سمعت من محمد البخيتي يتحدث أنه بعد سبتمبر كان يتصل بقيادات بضباط الجيش والآمن ما نخولها الاتصال بهم كقيادة في جماعة متمردة سلالية غاشمة هذه الممارسات والاتصال ماذا يعني هل من العدل والمنطق أن نقارن بين سلطة خرجت من البلاد مجبرة تحت انقلاب بشع وخيانات فاضحة وبين يعني جماعة يعترف اليوم محمد البخيتي على شاشتكم أنه كان يمارس الاتصالات يضغط على ضباط الجيش والآمن ثم يرفضون ويتهمون بعدها أنهم أمريكيون أمريكا كانت في صنعاء لما دخلوا لم يكن عندها أي مانع الأمم المتحدة كانت حاضرة في كل اتفاقياتهم السعودية هؤلاء الذين يتشدقون اليوم بأنهم أصحاب سيادة ذهبوا أكثر من مرة إلى الرياض يفاوضوها عبد السلام فليت وغيرهم هؤلاء ليسوا أصحاب سيادة ولا يهمهم الشأن المحلي ولا يجزيادة البلد هؤلاء الكفر عدو لا يجزيادة لكن سياق حديثك يا أسه وهؤلاء يبحثون على ما يقول عن الشراكة السياق حديثك يشير إلى أن الحكومة الشرعية في ذلك الوقت لم تكن تعرف ما الذي تريد عمله وهذا يضع مبرر لجماعة لديها طموح سياسي في نهاية المطاف أن تقوم بمقامة لديها طموح طموح فيد ونهب تمارسه منذ عصور غابرة استقلت انقسام حصل في البلد عام 2011 لكنها ليست مشروع سياسي وكان بإمكانها أن تتجيل البلد محمد البخيتي يتحدث الليلة باعترافات جريئة ورائعة يقول أنهم أرادوا شرعية فوق دستورية ويقول أنهم تعاملوا عن المبعوث الأممي ومسائح حميدة ويقول أنهم ويعترف أن السفير الأمريكي كان في صنعاء لما دخلوا ويعترف أيضا أنه كان يتواصل مع ضباط الجيش والأمن بصفته قياد حوثي وأيضا يدرك أنهم ذهبوا إلى السعودية وإلى غيرها هؤلاء أبعد ما يكونوا عن الشاب وعن سيادة قراره وإنما هم جماعة عمامية غاشمة ذهبت لترفع رأية الحمر في صورة السافرة بالأمس القريب يوم أمس الخميس في صنعاء وهؤلاء لا يمكن أن يعبروا عن الشعب اليمني بالحديث عن هذه النقطة ومطلبهم الوحيد هو مشاركة خارج القانون وخارج الشعبية أنت تطرق لنقطة مهمة يبدو أن كثيرون سيد البخيتي يرون أن ما حققته جماعة الحوث لليمنيين من أي شعارات التي رفعتها إبان دخولهم إلى صنعاء في سبتمبر في 21 سبتمبر فقط هو مسألة السعادة حق علي بن أبي طالب بالولاية هو مسألة حصر الولاية في جزء واحد ونسل واحد وكذلك لم تحقق شيء لليمنيين بل أنها حتى أدخلت مظاهر جديدة على اليمنيين الاحتفاء بالحسينيات وما شابه هل هذه الجرعة التي أردتم الخروج منها أردتم باليمن الخروج منها وهل هذه الاستقلالية التي أردتموها إذن طيب أنا سأعلق على ما قاله يحياء هو لاحظ يستنكر علي التواصل بضباط الجيش والأمن اليمني وأنا يمني والآن لكن يقبل بأن يأتي الضابط السعودي والإماراتي ليقودوا ما يسمونه بالجيش الوطني يعني شوف الغرابة هو لم يقل ذلك يقول البردوني في هذا يقول ترق العار من بيع إلى بيع بلا ثمن ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني يعني شيء غريب هو لم يقل ذلك قضية أخي الفاضل هو تحدث على أنكم لم تكونوا في إطار التولى هو يستنكر أنثمن مستعمر الوطني آخ محمد هو يستنكر يستنكر أن هذا يتواصل بكم 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 وطني لكن تنطبق العبار عليكم بشكل واضح رجاء 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 هو لم يقل ذلك السيد محمد أنت قلت أنه يرضى بشيء ما هو لم يقل ذلك وهو يستنكر ما تحدث على أنكم لستم في الدولة كنتم لم تكنوا الدولة في ذلك الوقت أنا أقول لك كمثل أنا أضرب لك كمثل على مدى هيمنة السفير الأمريكي على القرار اليمني قبل ثورة 21 من سبتمبر يعني كان المسؤولين من أجل أو الضباط من أجل أن يحافظوا على أعمالهم ووظائفهم يتهربون من التواصل معنا تخيل درجة التواصل أين الشراكة يعني القرار أصبح بيد الأمريكي أنا أليت القرار كان بيد هادي ولا بيد الإصلاح ولا بيد الاشتراكي ولا بيد الناصري لم يكن في يدهم المشكلة أنهم ها يعني خصصا حزب الإصلاح أنه رهن وجود بالقضاء علينا هذه المشكلة ذلك ما عنده مشكلة يحكم أهم شيء يقضي علينا ولا يحكم الأمريكي هذه المشكلة عندهم أخي الفاضل أيضا قضية الولاية نحن نقول أخي الفاضل بأنه ينبغي علينا أن نفرق بين المشاريع الفكرية والثقافية والعقائدية لأي مكون سياسي وبين برنامجه السياسي أنا عندما تريد أن تحاكمني حاكمني على برنامجه السياسي لا تحاكمني على برنامجه الثقافي أو مشروعي الثقافي لأنه أنا مثلا عندما أحاكم حزب الإصلاح على مشروعه الثقافي هو يريد استعادة الخلافة الإسلامية ويأخذ البيعاء للمرشد لأخوان المسلمين في مصر وهذا الشيء معروف أنا لا أحاسب على هذا هذا حر لكني أحاسب على برنامجه السياسي نحن برنامجنا السياسي كان واضح وقد طرحناه في مؤتمر الحوار الوطني وقلنا لهم بأنه بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني سيكون هناك فراغ مدة زمنية ما بين انتهاء الحوار الوطني وما بين إجراء أول انتخابات وخلال هذه المرحلة ينبغي أن يكون هناك سلطة انتقالية جديدة بمعنى أن يكون هناك رئيس جديد مقبول من جميع الأطراف وإذا كان لا بد من هذه فأني استمد شرعية من شرعية الحوار الوطني وليس من شرعية المبادرة الخليجية التي هي في الخارج التي هي مشروع خارجي أيضا قلنا لابد أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية وأن تسمى هذه المرحلة الانتقالية الجديدة مرحلة تأسيسية من أجل بناء عملية سياسية جديدة تقوم على أساس مخرجات الحوار الوطني وأن تقوم الحكومة الجديدة ببسط صوتة على مختلف المحافظات اليمنية وأن تسلم السلاح من الجميع أستاذ بخيتي أنتم ذهبتم في نهاية المطاف إلى محاصرة الرئيس وكذلك الحكومة الحكومة طرت إلى الاستقالة ثم كذلك الرئيس ذهب إلى عدن وهاجم تموه بالطائرات أي مسألة تنسيق هذا وأي مسألة هذا نعم هذا النتيجة لماذا؟ لأن العملية السياسية كانت مختلة نحن طرحنا هذا المشروع البرنامج السياسي من أجل تصحيح العملية السياسية بأن تقوم العملية السياسية على أساس التوازنات الداخلية وكما قلت لك قلنا أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية مقبولة من جميع الأطراق وهذا الحكومة تقوم بسط سلطتها على مختلف المحافظات اليمنية وتستلم السلاح من جميع الأطراق يعني من جميع المكونات التي تحمل السلاح أو التي تمتلك السلاح بشكل متكافأ وأن تعدل الانتخابات القادمة وأن تجري الاستفتاء على الدستور ما الذي حصل؟ رفضوه يعني لاحظ بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني هل حصل تغيير؟ أستاذ بخيتي أنت الدستور أو في حكومة باسم وفيقة الدستور كانت مع أمين عن مؤتمر الحوار الوطني وفيقة الدستور كانت مع أمين عن مؤتمر الحوار الوطني والذي تم اختطافه من قبل مسلحين حوثيين يعني في ذلك الوقت هذا الأمر لا يمكن لأحد إنكاره لأنه حدث في ذلك السياح أستاذيحي الثلاية كان يتحدث الأستاذ البخيتي حول أن ليست هناك إشكالية لمرجعية ثقافية من أي مكان كانت بالنسبة لهم هل تسمعني أم لا؟ أستاذ ثلاية أستاذ ثلاية ليس جاهز إذن سيد البخيتي كما قلت لك معافيش صوت أنا أسمعك الآن أستاذ البخيتي كما قلت إذن الدستور كان مختطفا من قبلكم أنتم هذا الأمر لم يقم به أحد غيركم كيف يمكن إذن تتحدث على أنكم تريدون المضي بالعملية السياسية إلى الأمام وما الذي تحقق من كل ذلك الآن خلال أربع سنوات من وجود الحثين في رأس السلطة في صنعاء طيب لاحظ أخي الفاضل أنت تخلط بين ما قبل ثورة واحد وعشرين سبتمبر وما بعدها عملية العرب هذا الحكومة التي تتحدث عنها حكومة بحاة نعم حكومة بحاة وذي بعد ثورة واحد وعشرين سبتمبر ونتيجة الاتفاق السل المشاركة الوطنية إذا لا بد أن تميز أنا عندما كنت أتحدث عن المرحلة كيف أستطعنا أن نصل إلى هذا عبر ثورة واحد وعشرين من سبتمبر طيب أنت الآن تقول لماذا اختطفنا على ما تقول أحمد عوض بن مبارك كان أخي الفاضل هناك اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكنهم أخلوا بهذا الاتفاق والآن هم يأكدوا على ذلك يقولوا أن ذلك الاتفاق تم التوقيع عليه بالقوة لذلك نحن خلالت المرحلة نحن قلنا لهم أين هي الحياة السياسية الآن نعم أنا سألتك سألتك لأننا أغرقنا كثيرا فيما حدث قبل 21 من سبتمبر أربع عوام من الحرب في اليمن أين هي الحياة السياسية أين الناتج يعني أنتم خرجتم لتنشية الحياة السياسية أين هي طيب لكن هذا حق قضية الدستور لاحظ نحن قلنا لهم بشكل واضح وصير تجاوز هذه المقترجان وأكسيتونا في الحاضر لكن لا ينبغي أن تكسونا في المستقبل ينبغي أن يكون الدستور مسودة الدستور متوافق عليها لاحظ أخي الفاضل الدستور يعني الدستور لا يصبح شرعي بقانون الغالبية أستاذ البخيتي أنت أنا أسألك عن ما هو الوضع الآن والحياة السياسية الآن لذلك لحظة أخي الفاضل هو أراده لأنك لا تجيب على السؤال ليس هناك حياة سياسية الآن ليس هناك أي شيء بسبب وجود التحالف العربي والتدخل العربي في اليمن أنا لم أسمع الحديث منذ انتهت كلامي في الفقر الأولى لم أسمع المكالمة والبالتالي فاتني جزء ما قاله الأخ محمد البخيتي عدت الآن لأسمعه يقول أن الدستور ليقوم على شرعية الأغلبية يبدو أنهم ما زالوا ويتحدث عن القصة يبدو أنهم ما زالوا مصرين على أن الشرعية هي شرعية الأولى وشرعية سيدة عبد الملك إذا لم تكن الدستور تقوم على أغلبية أغلبية النصف زائد واحد فما أهمية الدستور وما هي شرعية التي يتم اعتمادها إلا أن تكون من أغلبية المواطنين إذا هم يبحثوا عن كانتونات أو محاصصة في البلد أو جماعات فوق الشعب فهذا أكثر من احتلال وأبشع احتلال لم يعد موجود في الحصر الحديث أن هناك أحد أفضل من أحد لا شرعية أكبر من شرعية الأغلبية الشعبية وعلى الحذين أن يقبلوا بها أو يبحثوا لهم عن بلد آخر طيب يتحدث كنا سألنا نقطة أخرى يعني ما هي الإشكالية في وجود مرجعيات ثقافية خارج البلاد إذا كان المشروع السياسي واضحاً بالنسبة لجميع اليمنين وقدموا مشروعاً سياسياً هكذا يقول البخيتي قبل قليل أستاذ البخيتي ماذا قال؟ ما هي المشكلة في أن يكون المرجع الثقافي بالنسبة لجماعة ما من خارج البلاد إذا كان المشروع السياسي واضح أنتم حاسبوهم على مشروعهم السياسي وأداءهم في طريقة الحكم أنا لم أقول هكذا ألم تقل ذلك أشكرك على هذا الاعتراف الرائع ألم تقل السياسي قلت الإشكالية والإشكالية والنصري ولكن المشروع الداخلي والسلالية والاجتماعية هي في الحقيقة خارج البلد وبالتالي يجب يفترض ما دمتم مؤمنين بالمرجعية خارج البلد ألا تتحدثوا عن سيادة وأنتم أول أعداءها إضافة إلى أنها جماعة أصلا ما تزال تفاخر بأنها تنتمي إلى سلال خارج البلد وبالنسبة لمخلفاتهم من الطابرة الخامسة الذين تعاملوا معهم ويدركم الأخ محمد جيدا من أبناء البلد المحليين فهؤلاء ممكن أن نتعامل معهم ونعيد تأهيلهم إن شاء الله في حالة وجدت دولة يحكمها مرجعية الدستور فقط نعم طيب بالعودة إليك سيدة البخيتي الآن البلد 14 ألف قتيل من المدنيين بسبب الحرب أكثر من 31 ألف آخرين جراء من المصابين كذلك أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة مليوني نازح داخليا كما تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الأمر كله ما كان ليحدث لو لا اجتياح صنعاء أين البرنامج وأين تقديم النموذج بالنسبة لليمنين وتحقيق تقدم في ملفات اليمنين وحياتهم الأمر واضح أخي الفاضل من يتحمل المسؤولية بعد ثورة 21 من سبتمبر نحن قبلنا بأن تتحول الثورة إلى مشروع سياسي تستوعب الجميع حتى الذين وقفوا ضد الثورة ومعروف أن نص إتفاق السلم والشتراك الوطنيين لم يعطينا الأتقالات السياسية التي تحدث في صنعاء وفي مناطق سيطرة الإنقلابي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي يا محمد البخيتي يا أخ محمد أستاذ بخيتي تفضل أنتم في إتفاق السلم والشتراك المسؤولين أستاذ ثلائي أرجو أن تتيح المجال للبخيتي ليرد طيب دعنا الآن شخصا لن ولون شخصا القضية كم تم استهداف عن صار الله بعد ثورة 21 من سبتمبر أنت قلت أستاذ البخيتي نحاسب على برنامجكم أين المعارضين السياسيين في البلاد كم تم قتل من أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني تم استهدافنا في المساجد في الأسواق في المظاهرات يعني نخلي هذه الأمور نحن الآن نتكلم في الجانب السياسي الموضوع أنه بعد قبلنا بأن تتحول ثورة 21 من سبتمبر إلى مشروع السياسية السوع بالجميع ومن يعود إلى نص اتفاق السلم والشراكة الوطنية يدرك بأن هذا الاتفاق لم يعطينا أي امتيازات الآن هم يعترفون بأنهم من انقلبوا على هذا الاتفاق والانقلب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم باتفاق الجميع هو الذي أدى إلى هذه النتيجة أخي الفاضل أستاذ البخيتي ومعد ذلك من يعلن الحرق ومن يسر على استمرارها ومن يتحمل مسؤولية الوضع أنت الآن بليسانة قلت أن هذه العملية تهدف إلى تحت سياسة الجميع أنت تقول أن هذه العملية تريد إتاحة سياسة للجميع كيف تعتقلون إذن معارضين السياسيين كل من يعارض ميليشيات الحوثي معتقل الآن شوف الآن نحن أنت الآخر لنقول أنت يعني خصومنا السياسيين في الداخل هم تنصلوا من اتفاق السلم والشراكة الوطنية أستدعوا الخارج الخارج لن يعتدي على اليمن علينا وعليهم يصرون على استمرار الحرب والحزم العسكري إلى عرض انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية هم من أنقلبوا هم من أعلنوا الحرب هم من يصرون على استمرار الحرب ويرفضون أي حل سياسي يقوم على أساسي بناء عملية سياسية توافقية تستوعب جميع الأطراب يقول لك ما أبلا أسلم لي سلاحك وانسح من مناطق سيطرتك وأنا أتي أحكم ولا ستستمر الحرب إذن من يتحمل مسؤولية هذه الدماء حتى الذين ليس المدنيين حتى الذين يقتلون في الجبهة أستاذ ثلاثي يقول إذن أستاذ البخيتي يقول أنه لم يقوم من يتحمل مسألة ولم يعلن الحرب ويطالب وكف الحرب ويتحمل المسؤولية يا أخي بالعقل الله يجبع يقول الله أستاذ الثلاثي وقاتلوا بسبب الله الذين يقاتلونه وليس هنا من مسؤولية سوى على من أتى بالتحالف العربي أقول لا يقاطع تفضل من أتى بالتحالف العربي هو من إجداح صنعاء وهو من إجداح عدن وهو من إجداح أمران وهو من ذهب للمناورات في الحدود السعودية أما نحن كشعب يمني وقيادتنا الشرعية برئاسة رئيس الجمهورية فقد تقدمت إلى أشقائها في المملكة العربية السعودية وبكل فخر وإلى أشقائها في المجتمع في يامعة الدول العربية وإلى الأمم المتحدة الرائعة للاتفاق والذي يصر اليوم محمد على تسمية مساعدة بأنها حميدة تقدمت إليها في ظل شرعية شعبية وفي ظل تعامل رسمي للتدخل لإيقافة العبثة الحاصل في البلاد وبالتالي من يرفض اليوم إيقافة الحرب هو من يرفض الانسحاب من الحديدة هو من يرفض الانسحاب من صنعاء هو من يرفض تسليم سلحة الدولة وهو من يتحدث عن الولاية هؤلاء هم من يرفض شرعية الدستور ومن يتحدث عن رفضه لخيار شرعية الأغلبية الشعبية هؤلاء هم من يرفضون الحرب محمد البخيتي يريد أن يقول إما نحكم سيدة عبد الملك أو أننا نرفض الحرب يا أخ محمد نحن كشعب يمني نراك مواطن يمني لك ما لعبد الملك من الحقوق والواجبات لكنك تريد أن ترى نفسك عبد لديه وبالتالي فلا مجال إلا أن تعاد الأمور إلى نصابها وتكون أنت عبد الملك مواطنين في نفس المقاس وتخضع لنفس الإجراءات أمام القانون ليس هناك أكبر من القانون لا أنت ولا عبد الملك وليس هناك فضل بينك وبينه أبدا أنتم مواطنين أمام القانون سواء وليس لديكم إلا صوت واحد من خلال انتخابات البرلمانية إذا تريد مشاركة سياسية أو تمثيل في الحكم فعليك التوجه إلى صنطوق الانتخابات ومن حقك يومها أنت نفس عبد الملك أي حق وأي فخر يمنح أكبر من هذا تمنحك إياه فكرة الجمهورية والدولة والدستور الذي ننشده ويقاتل من أجله اليمنيين جميعا طيب أنقل إلى أستاذ البخيتي أستاذ البخيتي أنتم تقولون الآن أنكم تريدون تحقيق مصالحة وطنية لكن حتى حليفكم الذي بواسطته سهلت لكم الأمور لإدخالكم إلى صنعاء قتلتموا كل من يعارض سلطتكم في مناطق سيطراتكم إما أن يختطف أو إما أن يعذب أي مصالحة وطنية تتحدث عنها في سياق كل هذه الانتهاكات أرى أخي الفاضل أول من أشتاح صنعاء وأول من عسكر ثورة 2011 ليس أنا ميليشيات آل الأحمر وحزب الإصلاح وأول من أدخل قضية إسكاط المحافظات هو حزب الإصلاح وميليشيات حميد الأحمر وآل الأحمر وأيضا كان هناك محاولة لقتل علي عبد الله صالح من قبل بايد الأحمر والإصلاح في المسجد وميصلوا جمعة وقتلوا مجموعة كبيرة علي عبد الله صالح قتل في معركة في ما بيننا وبينه وهو من أعلنها يعني أنت الآن لديك دلائل على هذه المسألة نحن نعود إلى مرة أخرى إلى صعيد آخر أسألك الآن كل من يعارض سياستكم الآن نحن نتحدث عن أربع السنوات لا تخرجنا عن خارج الموضوع سيد البخيتي في خلال الأربع السنوات هذه نحن الآن نواجه عدوان ونواجه مرتزقة من داخل كل من عارض سلطتكم إما أنه في المعتقل أو أنه تحت التعذيب أو أنه قتل هذا غير صحيح نحن الآن نواجه اليمن الآن ونحن نقود هذه المقاومة ضد هذا العدوان الغارجي اليمن الآن تواجه عدوان أكثر من عشر دوان مع مرتزقتها في الداخل ومع ذلك لم يستطعوا أن يحققوا أهدافهم لماذا؟ هذا بدليل أن الإرادة الشعبية هي ضد التدخل الخارجي ومرتزقتها في الداخل وإلا لما استطعنا أن نصمد كل هذا الصمود ولو كانوا يعني هم يمكتلون رقم في الداخل مع هذا الدعم الخارجي كنا انتهينا طيب من هذه النقطة سيدة الدخيتي أنتقل إلى سيدة الدخيتي حكومة الشرعية حكومة الإنقاذ التي في صنعها وليست حكومة الفنادق في الرياض يعني في العدل والمطق أستاذ ثلائي إذن أربع سنوات من الحرب كما تشير الكثير من الشوائد لم تحقق الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف لم تستطع تحقيق النصر العسكري والأوضاع تزداد مأساوية في نهاية المطاف على اليمنيين لماذا ترفضون التوصل إلى حل سياسي مع جماعة الحوثي؟ التلاعب بالصوت يا أخي يبدو أنه لم يعد مشكلة فنية لكن بالنسبة للرفض والقبول لم أفهم النقطة التي أشرت إليه هناك مسار واضح تجهت إليه الأمور التلاعب بالصوت من الكنترول أغلب الصوت لا أسمعه نحن نريد يصال صوت الجميع للكل ليس صحيحا أن لا تسمعوا صوت بعضكم أستاذ ثلائي أرجو أن تجيبني على السؤال لأربع سنوات من الحرب أقول لك أن الأمور تجيبني في الحقيقة هي سبع سنوات من الحرب منذ 2011 والحوثي تمدت في المحافظات وصولا إلى إسقاط صنعه قبل أربع سنوات بالضبط وبعدها اجتاح البلاد وصولا إلى عدن وإلى مارب وإلى شبوى وإلى لاحج وإلى الحديدة واليوم ما يزال الحوثي هو من يخوض الحرب اليمنيون استطاعوا بدعم كريم من إخوانهم في المملكة العربية السعودية استعادت ما استعادوا من البلاد وما تزال معركة مستمرة من يصر اليوم على استبرار الحرب هو من فرضها وهو من أسقط العاصمة ومن لا يزال يحتلها ومن يتحدث عن الولاية والكهنوت هو من يصر على افتعال الحرب ليس اليمنيين من يحاربوا ولكن من يتحدث باسمهم ويسقط عاصبتهم ويرفض تحدث الأخ محمد البخيتي عن حكومة الإنقاذ لو عدنا إلى المساري للوراء قليلا بعد إسقاطهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 اعترفوا باتفاق السلم والشتراكة فرضوه ثم انقالبوا على رئيس الجمهورية وأجبروه على تقديم الاستقالة ولم يسمحوا له حتى ببث الاستقالة بعدها أعلنوا لجنة ثورية اللجنة الثورية حلت مجلس النواب والشورى ثم هذه اللجنة الثورية حلت نفسها وذهبت في اتفاق زيازي مع علي عبدالل الصالح ومنح وشكتلت حكومة منحها الثقة مجلس النواب الذي سبق لهم أن حلوه وبعد ذلك قتلوا علي عبدالل الصالح اليوم هم وحدهم بلا أي سند ولا أي غطاء شعبي هم من فرض الحرب وحدهم وهو من يسرح نعم سألنا نريد كلمة أخيرة بالتحديد عاصمتها والمحافظة لنجاور الله أشكرك أستاذ يحيان وأشكرك أستاذ البخيتي ليس لا يدي أي مجال لأي مداخلات تنتهى الوقت شكرا لكم يحيى الثلية الكاتب الصحفي من مأرب وكذلك أستاذ محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة نصال الله الحوثيين كنتم معنا في هذه الحلقة من فضاء حر شكرا لكم كما وشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة